صباح الخير شروق لعل البيان العسكري للجيش الذي صدر فجر اليوم فيه ثلاث رسائل الأولى موجهة للدعم السريع والثانية موجهة للقوى السياسية السودانية والثالثة موجهة إلى الشارع السوداني أو الرأي العام أو رجل الشارع العادي رسالته التي وجهها للدعم السريع هي يمكن أن نقول أقرب للتنبيه من خطورة المرحلة التي وصلتها علاقة الطرفين بعد فترة تجاذبات خلال الفترة الماضية تجاذبات كانت ملامحها سياسية أكثر مما هي عسكرية وأمنية يمكن أن نقول أن الرسالة الثانية هي وجهها للقوى السياسية السودانية حيث حدد البيان صراحة أن الجيش يدعم العملية السياسية الراهنة وأن كل ما يتم الآن لن يؤثر على مجريات العملية السياسية ومعلوم أن الجيش والدعم السريع كليهما وقعا على الاتفاق لطار وكليهما يعني كانا ضمن القوى المشاركة في العملية السياسية الراهنة والتي كان مقررا أن تؤدي إلى توقيع اتفاق نهائي في الأول من أبريل ولكن أجل ذلك خلافات الجيش والدعم السريع حول ترتيبات دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وتحديدا النقطة الأكثر جدلا كانت هي مدة دمج الدعم السريع في الجيش التي يقول الدعم يجب أن تكون عشرين عاما بينما طرى القوات المسلحة أن تكون مدة الدمج هي عامين فقط الرسالة الثالثة هي موجهة للرأي العام في الشارع السوداني وهذه ربما المرة الأولى يتحدث فيها الجيش عن أن المرحلة يصف فيها المرحلة الحالية بالمنحانة الخطير والعبارات التي توحي بأننا عند موقف خطير أمني وعسكري بذلك حملته التوضيحات والتفسيرات التي جاءت في البيان هذه التحركات الأخيرة خاصة منذ يوم أمس شروق فرضت نفسها على الشارع السوداني وربما يمكن أن نقول أن الخرطوم سهرت حتى الصباح في انتظار بيان الجيش الذي يحدد كثيرا من النقاط على الحروف يمكن أن نقول أن الأوضاع العام في مدينة مروي شمال السودان وهي مدينة تبعد نحو 500 كيلو عن طريق البر مرورا بمدينة عطبرم و200 كيلو عن طريق الطيران المباشر هذه المدينة حتى الآن باتت ليلة يمكن أن نقول فيها كثير من الحذر والترقب باعتبار أن القواتين يرتكزان على مقربة من بعضهم البعض قوات الجيش وقوات الدعم السريع مدينة الخرطوم تحديدا المظاهر العسكرية فيها عادية جدا مررت بأمام مقر قيادة الدعم السريع ومررت بأمام مقر قيادة القوات المسلحة قبل نحو نصف ساعة تقريبا من الآن الأمور تجري كما هي الحراسات هي الحراسات العادية أمام عمارة دارة الدعم السريع وأيضا أمام مؤسسات القيادة العامة للقوات المسلحة كما لم نشهد أي وجود عسكري ولكن هناك طبعا كما حمل بيان الجيش ومتابعاتنا إعادة انتشار لقوات الدعم السريع في عدد من المواقع يمكن أن نقول هذه العملية بدأت منذ نحو شهر تقريبا تتحدث مصادر عن وصول قوات من إقليم دارفور إلى الخرطوم وأيضا حملت الأنباء عن تحريك الدعم السريع لمدرعات عسكرية من منطقة زرقة في شمال دارفور إلى مدينة الفاشر تمهيدا لوصولها للخرطوم وهو الأمر حتى الآن لم تصل هذه المدرعات بحسب متابعاتنا ولكن شهدنا صورا لناقلات وجرارات ثقيلة تحمل هذه المدرعات إلى داخل الطريقة الذي يربط منطقة زرقة وهي منطقة متنازع عليها بين قبيلتي الزغاوة والرزيقات في شمال دارفور الرزيقات الأبالة تحمل هذه الأليات الثقيلة تحمل هذه المدرعات وعددها بحسب مصادرنا 14 مدرعة إلى داخل مدينة الفاشر من جملة 54 مدرعة يعني يمتلكها الدعم السريع وموجودة في منطقة زرقة في شمال دارفور